أوروديو جنغل أوروديو جنغل أوروديو جنغل أوروديو جنغل أوروديو جنغل بدت وكأنها ممنهجة طيلة السنوات سنوات اعتقالي من يتحمل عملية القتل على من تقع مسؤولية وفاة الدكتور محمد مرسي بهذا الشكل من وجهة نظرك أنا أريد أن أذكر مرة أخرى أنه قتل تحت التعذيب ليست عملية قتل فقط وإنما عملية قتل تحت التعذيب يتحمل بطبيعة الحال السلطة السياسية في مطاب السلطة القضائية كلنا نعلم أنها مجرد أداة ولو أنها نفسها تتحمل المسؤولية أجهزة الأمن هي أدود الذي يتحمل العب السياسي مباشرة هو هرم السلطة الذي أمر بهذه الموبقة وأنا أستغرب يعني يا رسول الله إلى هذا الحد وصل الحقد بهذا الشخص بهذا السيسي ضد الرئيس محمد مرسي إلى هذه الدرجة وصل به الحقد شيء غريب يعني لا نفس إنساني ولا الحد الأدنى من الشهامة ولا الحد الأدنى من الرجولة الحد الأدنى من العفة أنا شخصيا لا أستطيع أن أفهم لا أستطيع أن أدخل هذه العقول المريضة يعني كيف يمكن لإنسان يعني كان معك وجلس معك وكان رئيسك وهو الذي أقسمت أمامه كيف يمكن أن يعني أن أن يصل الحقد والبعض والكره أو اللا مسؤولية أو اللا إنسانية أو اللا شعور إلى هذه الدرجة أن نترك هذا الرجل يموت تحت التعذيب سنوات والسنوات وأنه ينطفئ شيئاً فشيئاً أنا والله يعني رغم وصولي هذا العمر ورغم معرفتي بالطبيعة البشرية فأني دائماً أكتشف أنه يعني لا نهاية للشر الذي يمكن أن يكمن في الذات البشرية وخاصة عندما تدخل فيها عملية لعب السلطة لكن أنا أريد أيضاً أن أحمل المسؤولية إلى من يدعمون هذا الشخص ومن يدعمون هذا النظام وخاصة البلدان الديمقراطية والتي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أنا بقدر ما أسجل يعني موقف أمنيستي وموقف هيمين رايت واتش وموقف هذه المؤسسات الغربية العتيدة بقدر ما أنظر يعني بعين الغضب والاستياء لكل هذه الحكومات التي أعتبر أنه ليس من حقها ابتداء من الآن ولو أنها منذ زمن كبير أنها من هنا فصاعد أن تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لم يعد لها الحق هذه الحكومات التي تدعم السيسي ليس لها الحق من الآن أن تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان هذه المفاهيم النبيلة يعني انتهى استعمالها أو خلصت استعمالها من بعض هذه الأنظمة يعني من جهة تتشدق بهذه الكلمات ومن جهة أخرى تدعم هذا الرجل كان بإمكانها أن تقوم بكل الضغط عليه حتى لا يتكرر هذه المأساة وأنا أنتظر منها الآن هذه الحكومات إن بقي لها الحد الأدنى من ماء الوجه أن تتدخل لدى السلطات السعودية لكي تمنع من جديد قتل العلماء وقتل النساء إلى خيره هنا سنرى مربط الفرص هنا سنحكم عليهم وعلى أيضا الشعوب الغربية أن تحكم على حكامها بهذه العملية من جهة بيعون الأسلحة ولا يهمكم القتل في اليمن وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان ومن جهة أخرى تعطونا دروس في حقوق الإنسان والديمقراطية كفى من هذا النفاق الشعوب العربية اليوم بقدر ما هي مستعدة للتعامل مع المنظمات الحقوقية الغربية بقدر ما الآن هي تعرف من هم أصدقائها ومن هم أعداء الحقوق الإنسان والديمقراطية نعم دكتور وأنت تحدثني الآن يبدو أن التعنت من قبل النظام في مصر مع الدكتور محمد مرسي ليس كما كان وهو أحيان أيضا وصل إلى هذا التعنت وهو متوفى وهو ميت لأن السلطات المصرية ترفض أن يدفن في مسقط رأسي ترفض أن تقام له أي جنازة فقط من يحضر عملية الدفن هو عدد من أسرتي عدد قليل من أسرتي الزوجة وبعض الأبناء المطابقين خارج السجون كيف ترى حتى هذا الموقف المتعنت في مسألة تسليم الجثمان وعدم إقامة جنازة ودفنه في مكان يحدده الأمن وليس كما ترى الأسرة دكتور منطقي هذا يتواصل في ذلك المنطق مثل ما قلت لك غياب الأريحية غياب الفروسية غياب النبل غياب الشهامة يعني لا تنتظر من هؤلاء الناس غير مثل هذه التصرفات يعني هم ليس لهم احترام لا للحي ولا للميت والله أنا أرثى لهم لأنهم يمرغون بسمعتهم في الوحل أو بما بقي من سمعتهم لهذا الوحل وعلى كل حال أنا أعتبر أنه ما ضاع حق وراءه طالب وأنا على يعني متأكد ألف المئة أو ألف الألف أنه يعني الشعب المصري سيدفع هؤلاء الناس الثمن الباهض لكل هذه الجرائم وكل هذه الإخلالات ضد الشرف ضد الإنسانية ضد قيم أنا أتصورها قيم الفلاحين المصريين يعني أتصور أن كل أهلنا في مصر ينظرون إلى هذه التصرفات بكثير من الإشمائزاز لما كان كل هذا الخوف من رجل أعزل أسير داء يعني في قبضة السلطة في مصر يا دكتور وكل هذا التضييق الذي حدث للرجل والقتل والأعدام كما ذا وصفت أنت مسألة الوافاة دكتور ما الذي كان يخيفه من محمد مرسي أو من عدد من المعتقلين الآن داخل استوديون المصري شيء طبيعي يخيفهم أنه كان رمز الشرعية هم كانوا يعرفون أنه رمز الشرعية يعني يعرفون أنه أول رئيس مصري انتخب ديمقراطيا منذ سبعة ألاف سنة هم كانوا يعرفون ما يختزنه هذا الرجل من قيم كانوا يعرفون أن وراءه يعني جزء كبير من الشعب المصري كانوا يعرفون أنه يعني مستودع أحلام الشعب المصري والشعوب العربية يعني كان يمثل خطر بالنسبة لهم كان قنبلة إن صحة تعبير قنبلة رمزية قنبلة نووية رمزية كانت من الإمكان أن تنفشل في وجوههم يعني في أي وقت وهؤلاء الناس لا يخشون شيئا قدر خشيتهم الرموز قدر خشيتهم يعني هذه القوة المعنوية الهائلة لأنهم لا يعرفون ما معنى أن تكون محترما أن تكون مدعوما من شعبك لا يعرفون أن تكون هناك قوة داخلية في ذاتك وبالتالي فهم أولا يحسدون كل من لهم هذه القوة الداخلية كل من لهم هذا الإشعاع كل من لهم هذا الدعم وفي نفس الوقت هم أيضا يعني يخافون خوفا كبيرا لأنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم مخطئون أنهم يرتكبون الخطيئة وراء الخطيئة وراء الخطيئة وراء الخطيئة وهم يهربون من فكرة أنهم في يوم الأيام سيحاسبون لكن هناك قاعدة أنك مهما خفت من شيء فهو قادر أن يلتحق بك آجلا أو عاجلا دكتور اسمح لي البعض وصف الحالة التي توفي بها الدكتور محمد مرسي بهذا الشكل وحيدا معزولا داخل قفصه الزجاجي وهو يحاكم بأنها هي حالة أيضا الثورات العربية تتراجع يعني تنهزم وحتى تموت بهذا الشكل تحت أقدام الثورات المضادة ما رأك في هذا التوصيف لا أبدا بالعكس أنا أرى أن الصورة التي سيأخذها المصريين والعرب عن الرئيس محمد مرسي ليست صورة الرجل المهزوم بل بالعكس هو الرجل الذي وقف وناضل ووقف أمام المحكمة صادعا برأيه ورافعا يديه وبالتالي فهي صورة البطل المناضل الذي ناضل إلى آخر نفس في حياته هذه هي صورة التي سيأخذها العرب والمسلمون عن محمد مرسي وعندما تقول لي أن الثورة المضادة انتصرت في مصر أو في أي مكان آخر فأنا أقول لك أن ما سمي بالربيع العربي هي براكين براكين عربية انفجرت لأنها امتلأت شحنة بالظلم وبالاحتقار وبالفقر وبكذا وأن البركان المصري الذي انفجر في 2011 ثم سكت الآن يعاد شحنه بنفس الآليات التي أدت الانفجار بكل هذا الظلم وكل هذا التفقير وكل هذا الاحتقار وكل هذه الأضرب لكل القيام إلى خير هؤلاء الناس هم الذين الآن يضعون كل الإمكانيات وكل الوسائل لكي انفجر البركان في وجههم هم الذين يحضرون للثورة المقبلة الثوار يستطيعون أن يجلسوا في بيوتهم هؤلاء الناس هم الذين يعملون ليلا نهارا على وضع كل القنابل التي ستنفجر يوما في وجههم وهذه إشكالية أو كارثة أو مأساة الدكتاتوريين هم أنهم لا يفهمون أنهم هم من يحفرون قبورهم بأظافرهم بأسنانهم هم الذين يلزون الشعوب يدفعون الشعوب إلى الثورات والدليل على ذلك ما قع في الجزائر وما قع في السودان وما سيقع في كل مكان طالما لم يتعلم الدكتاتوريون العرب أنه لا مستقبل للدكتاتورية في بلداننا وأن عليهم أن يتحاء عن التصالح حقيقة مع شعوبهم فهم سيلقون مصيرهم إما أنهم سيضطرون إلى الدخول في حروب مع شعوبهم وسيعيشون تحت الحماية الأجنبي وتحت راية الخوف إلى أن تنفجر الأرض تحت أرجلهم كما وقع في السودان أو مثل ما قلت لك أن يتصالحوا لكنني أشك كثيرا عندما رأى هذه التصرفات أن لهم هذه المخيلة وهذه القدرة على التفكير في حال كهذا أفهم من كلامك دكتور أن وفاة محمد مرسي بهذا الشكل ستعيد الثورة إلى الواجهة مرة أخرى سواء في مصر أو في بلدان عربية أخرى أنا متأكد من هذا نفس الأسباب تعيد نفس الضواهر أنك عندما ترى شعبا مقهورا مغلوبا على أمره يرفض له حتى تشيع رئيس محبوب مثل محمد مرسي في جنازة يمكن أن تمتص نوعا من الغضب هذا كله يراكم الحقد ويراكم الغضب ويراكم يعني كل ما في الصدور والمآل معروف سيتنفجر البراكين في كل مكان لأن مرة أخرى هؤلاء الناس هم الذين يشحنون هذه البراكين بتصرفاتهم الغبية والحمقاء يرقصون فوق فهوة بركان وهم يتصورون أن هذا البركان لن نفجر أبدا المسألة مسألة وقت المسألة في أي مكان ليس هل سينفجر البركان هنا أو هناك هو متى؟ ما هو الوقت؟ طال الزمان وقصور سينفجر هذه قناعتي وهذا ما يعلمون أيها التاريخ المشكلة أن هؤلاء الناس لا يقرؤون التاريخ يقرؤون تقارير المخابرات أو ينظرون إلى الأفلام الإباحية أو لا أدري ماذا لا يقرؤون ولا يفهمون ولا ينظرون في كتب التاريخ لأنه لو كان لهم الثقافة التاريخية التي يجب أن تكون لأي رئيس لأي ملك الثقافة التاريخية الواسعة لم ارتكبوا هذه الحمقات لأن كل هذا جرب مليون ألف مرة أنا مثلا بالنسبة لي الوضع المصري يذكرني بالوضع الذي صار في تشيلي في السبعينات نفس الأسلوب نفس النموذج نفس الإرهاب نفس العمليات نفس التعذيب نفس قتل الرئيس إلى آخره إلى آخره وفي الآخر ما الذي وقع لهذا بينه الشيء يعني إنهار وحكمة وعادة الديمقراطية هذه قوانين التاريخ وقوانين المجتمعات ويخطئ من يتصور أنه لفرده أو بمجموعة منها أو بالعمالة للخارج يستطيع أن يوقف مجرى التاريخ تعتقد أن وفاة الدكتور مرسي بهذه الطريقة سيرسل رسالة أن المعركة الآن في الدول العربية أو دول الثورات العربية ليست بين الطيارات سواء كانت إسلامية أو علمانية إنما بينها من يريد الحرية ومن يريد العزة للشعوب وبين من يرفض ذلك يريد أن يعيدها هذه الشعوب إلى الأقفاص مرة أخرى هل ستصل هذه الرسالة أم لا من وجهة نظري هي الحقيقة الربانية الواضحة هو أن الانقسام الحقيقي ليس بين العلماني والإسلاميين هذه قصة العلماني والإسلاميين هذه قصة فبركة مفتعلة لإلهاء الأنظار عن الموضوع الحقيقي ولتسول تسول الدعم من البلدان الغربية باعتبار قرها للإسلاميين مهما كانت ألوانهم إلى آخره لكن الواقع هو أنها معركة ما بين الذين يحاربون الفساد وبين الذين يتمعشون من الفساد الذين يريدون توزيع الثروة بصفة عادلة والذين يريدون أن تبقى هذه الثروة محصورة في مجموعة قليلة الذين يريدون الاستقلال لبلادهم والذين يبيعون هذا الاستقلال بالتبعية حتى يبقوا في السلطة هذا هو الخط الفاصل بينها هذه قصة الإسلاميين والعلمانيين يجب أن تنسى هذه قصة ضحكون على الذقون يعني اليوم مرة أخرى المعركة تتحرر والدليل على ذلك شوف ما وقعا في الجزائر شوف ما وقعا في السودان يعني ولا هذه قضية الإسلاميين والعلمانيين طرحت لأنها حتى في تونس يعني لما قمنا بالثورة كانت مطالب اجتماعية مطالب الديمقراطية مطالب توزيع الثروة إلى خيره لكن هم يريدون تعطية الشمس يعني عين الشمس بغربال كما يقال لأن من مصلحتهم أن تكون تظهر العملية كأنه صراع بين العلمانيين وإسلاميين وكأن الإسلاميين هم الذين يقودون الثورات والحقيقة أن هذا غير صحيح تماما الدليل على ذلك أن الإسلاميين تجدهم مع الثورات وضد الثورات مع النظام القديم ومع النظام الجديد تجدهم في كل مكان يعني هذه اللعبة أعتقد أنها انتهت اليوم مرة أخرى معركة التحرر للشعوب العرمية هي المرور من شعب الرعاية إلى شعوب المواطنين من دولة اللوبيات إلى دولة القانون والمؤسسات نحن في خضم هذه المعركة وأعتبر أن الرئيس محمد مرسي هو أحد شهداء هذه المعركة المصيرية التي تقودها شعوب الأمة دكتور دعني أعود إلى ما ذكرت أنت في بداية هذه المقابلة أنك قابلت الدكتور محمد مرسي عدة مرات هل يعني دار بينكم أحاديث ما غير ما ذكرته تتذكرها الآن أو جاءت على ذاكرتك عندما استمعت إلى خبر وفاته داخل محبسه طبعا هي حديثة دائما وبدأ أنك كانت تدور حول يعني تشابه الثورتين أنه تقارب الضروري بين يعني أنا تذكر الليلة من الليالي والله يعني ذكرها حزينة لأنه في الليلة من الليالي أعلمتني البحرية التونسية أنه للأسف الشديد وقع إطلاق النار على زورق قارب مصري اقترب من الشواطئ التونسية ولم يكن معروفا يا أخي واتضح أنه مقارب لصيادين مصريين وأنه توفي صياد مصري فتألمت كثيرا وأخذت تليفون وكلمت الدكتور محمد مرسي تقريبا في الساعة ثالثة صباحا لأعتذر له وأعزيه وأقول له أنه آسف فطيب من خاطري وقال لي أن هذا الحادث لا يمكن أن يؤثر أبدا على الأخوة والصداقة التونسية المصرية وتقبلنا أكثر مرة في نيويورك في أديسة بابا لما استقبلني في القاهرة وجدت رجل بالغ الطيبة بالغ الذكاء مفتوح إلى أبعد الحدود خلافا لكل الصورة التي تعطى هؤلاء الإسلاميين المتخلفين وجدت رجل ارتحت له وأعتقد وأتمنى أنه ارتاح لي وكان القلب على القلب كنا عارفين أنه مصيرنا مشترك وصدقني لما صار علي هذا الانقلاب الحقير قلت أيضا مسألة تصفية الثورة في تونس مسألة وقته فعلا غرفة العمليات التي أدارت عملية الانقلاب على مرسي هي نفس غرفة العمليات التي أدارت الحرب الأهلية في سوريا هي نفسها التي دمرت اليمن هي نفسها التي دمرت وهي نفسها التي مولت الثورة المضادة في تونس كنت عارف أن مصيرنا مشترك هو أيضا كان عارف مصير مشترك ولهذا كان القلب على القلب وبالتالي أنا اليوم أشعر بأنني فقدت سندا وأخان عزيزا ورجلا كريما ويعني الله غالب هل كان بإمكاني أن أفعل أكثر من ما فعلت أنا من الأمم المتحدة في خطاب الأخير في أمم المتحدة في اليوم الثلاث طالبت السلطات المصرية بإطلاق صراحي فتصور من تصد لي ذلك اليوم وهذه الغرابة يعني من خرج إلى العلان اللي يشتمني وسبني الإمارات يعني ممثل الإمارات فقلت له يا أخي شو دخلك أنت يعني مصر دولة عظيمة دولة فيها مئة مليون ساكن سبعة ألف سنة شو دخلك أنت يعني أنت مطالب باش تدافع على النظام يعني النظام المصري لم يهاجمني وهاجمني يعني هذا وزير خارجية الإمارات مما يدل على أنه فعلا أنا ذاك فهمت أنه فعلا غرفة العمليات أخذت على عتيقها تدمير محمد مرسي وتدمير الثورة المصرية وتدمير الثورة التونسية وتدمير كل الثورات لكن أقول لهم يعني مهما فعلتم لهذه الشعوب رجال ونساء وأن لبني عمك لدى بني عمك رماح وسندافع عن حقوقنا وعن حريتنا ولن تستطيع أن تفعلوا شيئا وهذا الشهيد يعني الشهيد الدكتور محمد مرسي موته بهذه الظروف سيزيدنا إصرارا على إصرار وإمعاننا على الإمعان وسنأخذ منهم من شجاعته من صلبته من رجوبته من إنسانيته الكثير وبالتالي فهم لن يهزموننا لأنه لم يعرف في التاريخ أن الرزق هزم الروح المعنوية لألاف والألاف والألاف الشعوب ولألاف الناس والشعوب أنت دكتور يبدو أنك غير متفق مع الصورة التي كان يحاول أن يرسمها البعض للدكتور محمد مرسي كرئيس يعني ضعيف لمصر لم يتولى زمام الأمور بالشكل المطلوب ما رأك في هذه الصورة دكتور هل هي كانت حقيقية واقعية أم لا طبعا نحن يعني شعوب العربية تعودت على يعني دمج مفهوم القوة بالعنف وهذا مرض مرض في العقل العربي يجب أن نتخلص منه أبدا الرئيس مرسي كان قوي كان قوي بإيمانه كان قوي بشرعيته كان قوي بحبه لبلاده كان قوي بإرادة عدم سفك الدماء إلى خيره أضعف الناس هو أعنى في الناس يعني أنت لما تكون ضعيف لا تتحكم في عصابك فأسهل حل بالنسبة ليك هو ضع الناس في السجون أقتل هذا هم ضعفاء يعني يجب على العربون من هنا فصاعدا أن يفهموا أن أقوى الناس هم أقلهم عنفا وأن أضعف الناس هم أكثرهم عنفا وأن العنف هو الضعف في حالة هستيريا هذا ما يجب أن يفهمه العربون لأنه إلى حد الآن فعلا يعتبرون كل إنسان يحترم القانون ويريد أن يبني المؤسسات ويريد أن يكون كذا يعتبرونه ضعيفا أنا نفسي أعتبره ضعيفا في تونس لأنني لم أضع الصحافيين في السجن كان بإمكاني أن أضعهم عشرات منهم في السجن ولا أفعل ذلك لكن عوض أن يقال أن هذا رجل متحكم في عصابه يغامر باللحظة الحالية لا ينتقم لأن بناء دولة القانون والمؤسسات يتطلب كثير من الحلم ومن الصبر ومن الحنكة وهذا يتطلب الكثير من القوة أقول لك لا هذا إنسان ضعيف لأنه بالنسبة لهم الرجل القوي هو الرجل الذي يقتل ويعذب وفي نفس الوقت يشكون من الرجل الذي يقتل ويعذب يعني شو هذا الكلام هناك مرض داخل التفكير العربي يجب أن ينتهي مندلة كان رجلا قويا ولكنه لم يدعو إلى العنف غاندي كان رجلا قويا ولم يدعو إلى العنف مارتن لي تيركين كان رجلا قويا ولم يدعو إلى العنف مشكلتنا هم هؤلاء الضعفة الذين يحاولون إخفاء ضعفهم وهزالهم وقلة حلتهم بأسهل الحلول الذي هو العنف نعم موسيقى 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 اشتركوا في القناة